نيابة التنفيذ وقد تمت دراسة تلك الحالات وجرى إبدال العقوبات بقرارات من قاضي التنفيذ تنفيذ العقاب بناء على ما أسفر عنه بحث الإدارة العامة ودراسة النيابة لأوضاع أولئك النزلاء البالغ عددهم 558 وذلك للتحقق في الظروف الشخصية والاجتماعية المبررة للاستبدال ولعدم خطورتهم أمنيا وبذلك بلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة منذ العمل به وحتى الآن 5432 محكوم عليه من ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة بأنه في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تبنتها المملكة فقد تم إلحاق 46 محكوما بأحدث برامج التدريب والتأهيل ضمن نظام السجون المفتوحة بإخضاعهم للبرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية بغرض تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع